ترحيب قليمي ودولي بتطبيع العلاقات السودانية الإسرائيلية المهدي يقطع مؤتمرا بالخرطوم احتجاجا على قرار التطبيع تراجع كبير لأسعار العمولات الأجنبية أمام الجنيه بالسوق الموازي والإمارات تقدم سبعين ألف طن من القمح دعما للمخزون الاستراتيجية أهلا بكم مشاهدين في أحداث السودان التي نبدأها من حديث المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الذي قال اليوم السبت إن اتفاق السلام مع السودان يصب في مصلحة السودان ويحقق له التنمية في مجالات عديدة واعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو أن البيان المشترك الذي أعلن حول البدء بعلاقات اقتصادية مع السودان هو اختراق كبير ودراماتيكي ومرحلة جديدة للسلام وأكد نتنياهو بحسب موقع I24 News الإسرائيلي أن هناك بعثات دبلوماسية إسرائيلية وسودانية ستتمع قريبا لمناقشة سور التعاون بمجالات عديدة بينها الزراعة والتجارة وغيرها من المجالات المهمة وقال نتنياهو دولة عربية أخرى تنضم إلى دائرة السلام وأن هذا التطبيع بين إسرائيل والسودان هو انقلاب وتحول كبير في ذات السياق قالت هيئة البث الإسرائيلية أن سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد أردن تحدث مع سفير السودان في الأمم المتحدة عمر محمد أحمد الصديق وهن الاثنان بعضهما بتطبيع العلاقات وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن السفيران اتفقا على الاتماع في الأيام المقبلة لبحث التعاون المشترك بين البلدين بعد إعلان التطبيع رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار السودان مباشرة العلاقات مع دولة إسرائيل وشدت وزارة الخارجية تعاون الدولي الإماراتية في بيان بجهود الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية السودان ودولة إسرائيل للوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي معربة عن أملها في أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون الإقليبي والدولي وقالت الوزارة أن قرار السودان في مباشرة العلاقات مع دولة إسرائيل يعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن والزهار في المنطقة مؤكدة أن هذا الانجاز من شأنه توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي وكذلك الدبلوماسي فيما أعلنت مملكة البحرين ترحيبها بالإعلان عن توصل السودان وإسرائيل للاتفاق لبدء العلاقات بينهما برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها أنها تعتبر هذا الإعلان خطوة تاريخية إضافية على طريق تحقيق السلام والاستقرار والزهار في منطقة الشرق الأوسط وأضف البيان أن الوزارة تشيد بالجهود المفذولة من قبل واشنطن لتسهيل توصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يعزز جهود السودان الشقيق لتحقيق تطلعات شعبه للأمن والنماء والزهار ويسهم في إشعة أجواء لصنع السلام وتعزيزه في منطقة الشرق الأوسط رحبت السلطات الألمانية اليوم باتفاق السلام بين السودان وإسرائيل تحت رعاية أمريكية وقالت ألمانيا أن إقامة علاقات بين السودان وإسرائيل خطوة مهمة لسلام وأكدت على أنه يجب الحفاظ على الزخم الحاصل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط رفض زعيم حزب الأمة القومية صادق المهدي المشاركة في مؤتمر بالخرطوم عن التجديد تنظمه وزارة الشؤون الدينية وذلك احتجاجا على إعلان الخرطوم التطبيع مع إسرائيل وأعلن بيان مشترك بين قادة الحكومة الانتقالية والولايات المتحدة وإسرائيل أمس الجمعة أعلن عن موافقة الخرطوم على الشروع في تطبيع مع تل أبيب وإنهاي حالة العداء الطويل وقال صادق المهدي في بيان انسحابه من المشاركة في المؤتمر يأتي تعبيرا عن رفضه لبيان شارك فيه ممثلون لأجهزة السلطة الانتقالية مع الرئيس الأمريكي دورالد ترامب ورئيس دولة إسرائيل وقال المهدي إن الموافقة على التطبيع تناقض أو تناقض مصلحة السودان العليا فيما يتعلق بشؤون الوطنية وقع رئيس الأمريكي دورالد ترامب رسميا على قرار إزالة اسم السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب وفتحت خطوة شط باسم السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب المدرج فيها منذ العام 1993 فتحت بريقة أمل كبيرة أمام اقتصاد عانى الأمرين في فترة حكم الرئيس المخلوع عمر البشير وورثت الحكومة الانتقالية في السودان اقتصادا مثقلا بديون تقدر بنحو 60 مليار دولار ومعدلات تضخم بلغت 212% وتدهور مريع في كافة القطاعات الانتاجية والخدمية والبنية التحتية إلى إضافة إلى انهيار شبه كامل في القطاع المصرفي وتراجع كبير في قيمة العملة الوطنية ومعدلات فقر فوق 70% ومعدلات بطالة عند 40% أعلنت نائبة رئيس حزب الأمة القومية دكتورة مريم صادق المهدي رفضها لهذه الاتفاقية التي تمت بها تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وقالت إنه يحط من الكرامة السودانية وقالت مريم في تصريح خاص لقناة سوداني 24 إن التطبيع مع إسرائيل ليس من اختصاص الحكومة الانتقالية وإنه شأن ينبغي أن يفتأ فيه بالبرلمان السوداني الذي لم يكون بعد وأشرت إلى أن الطريقة التي تم بها تطبيع من شأنها أن تعمق الخلافات داخل منظومة الحكم وبها تجاوز للوثيقة الدستورية بالنسبة لعلاقاتنا الدولية مع أي دولة دي أمر سيادي لنا نحن بنقرر نحن أهل السودان بحسب مصالحنا وبحسب رؤيتنا وبحسب أولوياتنا وبحسب ما نراه ونحن في قوة الحرية والتغيير بنشتغل في مؤتمر تأسيسي عشان نقرر كل هذه الرؤى أما أن يربط لنا الطبيع أو تفرض علينا علاقة مع أي دولة بصورة الإرهاب الأمريكي التمت دي فأمر غير مقبول تماما وأمر بيتعارض مع كرامة الشعب السوداني وبيتعارض مع مبادئ ثورتنا الكل لنا بتربطنا حرية سلام وعدالة وبالتأكيد زي ما قالوا رئيس الوزراء ووزير الخارجية المكلف أنه ده موضوع أولا حاجة الفترة الانتقالية ما من شأنها تدخل في قضايا دي ما من تخصصها ولكن حتى لو تجاوزا قلنا أكيست الدولة المعنية التي تضع السياسات الممكن تغير القوانين نحن عندنا قانون زي ما عارف ضد التعاطي والتداول مع دولة إسرائيل من سنة 58 أبدأ عدد من المواطنين استطلعتهم كاميرا سودانية 24 تأييدهم لخطوة الحكومة الانتقالية بإعلان تطبيع مع دولة إسرائيل وإنهاء حالة العداء بين البلدين وقالوا إن تطبيع العلاقات قد يسهم في تحسين الاقتصاد المنهار وحل ضائقة المعيشية التي يكابدها المواطن وأشاروا إلى أن الخطوة ربما تمكن السودان من الاستفادة من التكنولوجيا الإسرائيلية خاصة في مجالات الزراعة والصناعة اللهي أنا رأيه ضد التطبيق دولة إسلامية ما بقى أطبق مع دولة ضد فرستين ومشاكل حاصلة دي كلها أنا دهر أي شخص يعني رفع اسم السودان من الدول الرائعة للإرهاب فده كويس وبيضف للاقتصاد السوداني وكويس للاستثمار في البلد وكده طب ده من ناحية دينية لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لها من موالاة اليهود واليهود هم أشد عداوة للمسلمين ده حاجة لا يختلف عليك نحن لتجد أنها شد عداوة الذين آمنوا اليهود والنصارى طيب ده من ناحية دينية لا يجوز ما في زال يختلف ولكن من ناحية سياسية التطبيع إذا كان أثر إيجابي اقتصادياً ونحن في حالة اقتصادية صعبة مضغوطة والمعاناة وصف البنزين والرغف من ناحية اقتصادية معه فالتطبيع كان مخيف للناس بسبب أنه ما في موقف واضح من القضية الفلسطينية الحاجة الثانية والأهمة أنه التطبيع ده فايدة وشنو عليه أنا كمواطن في الشارع صاح بالنسبة لحكومة اللي انتقالية قد تكون دي مرحلة لا بد أن تتخذ اللي جرائبت على التطبيع ده عشان تصل لمصالح معينة لكن أنا بالنسبة ليه كمواطن هينفع معي في شنو التطبيع معهم طبعاً معهم عشان مصالح الدولة ومصالح السودان وكذا يعني إحنا لينا كمو 30 سنة بنعاني من مشاكل اقتصادية ومشاكل كثيرة جداً جداً التطبيق ده بيفتح ليه مجالات كثيرة في مجال الاختصاد خاصة يعني فيه شركات حتفتح حيث ترفعوا غائمة السودان من غائمة الدول الإرهابية ده بيتخلينا إحنا تدينا مجالات كثيرة للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم بروفيسور حيدر الصافي القيادي بالمجلس المركزي لإخواء إعلان الحرية وتغيير والأمين السياسي للحزب الجمهوري بروفيسور يعني بعد التحية رصد بمختلف الاستطلاعات التي أجريت بالتأكيد ليس دقيقاً لكن بين التأييد وبين التحفظ أو الرفض هذه هي الأجواء في السودان وجد الكثيف في موقع التواصل الاتماعي على عملية التطبيع مع إسرائيل كيف تنظر إلى ذلك السلام عليكم أولاً أنا بأهني الشعب السوداني برفع اسمه من قائمة الدول الرائل الإرهاب التي وضع فيها بغير حق وكل أكيد كنت سياسياً أعلم أنه لا يمكن أن يحدث هذا الأمر إلا بربطه بقضية التطبيع لأنه من الصعب والفصل عضوي بين قضية التطبيع ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وكل ما أخذه على الحكومة أنها تعمل سراً منذ فترة طويلة وكان يمكن أن تطرح هذا الأمر على الشعب السوداني والناس يتحاور في أرواية الجدل وفي منابر الحوار حتى يأخذ أقرب لأن يكون حواراً شعبياً ومقبولاً ويعبر عن إرادة الشعب السوداني نعم بروف يعني أذرك على المقاطع لكن ما هي مبررات هذا الصمت الذي أشرت إليه؟ كنت أود أن أسأل عن ذلك في سؤال لاحق لكن بما أنك أثرت هذه النقطة ما هي مبررات هذا الصمت حتى الآن يتم الإعلام من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي وكافة وسائل الإعلام في العالم تتناقل هذه الأخبار لكن رسمياً وعلى المستوى الرسمي في السودان حتى هذه اللحظة يوجد صمت ومنذ بداية أيضاً المفاوضات ينهال الصمت على هذا المشهد نعم هو الصمت سبب الخوف من ردة الفعل وزي ما معروف أن المقاطع كان بين إسرائيل والخرطوم كان زي ما بيذكروا هل إنه هي عاصمة لآثة الثلاثة ولكن لم يقرأوا المشهد والتغيرات التي حدثت إليه وإلى الآن هناك فرصة لأن يصلح هذا الأمر لأن كل الذين يراقبون المشهد السياسي في هذه العملية يعلمون تماماً أما السلطة التنفيذية والسلطة السياسية هما يعملان منذ فترة في تأسيس أو في تأكيد هذا التطبيع الذي أعلنه كما تفضلت به وهذا حتى العامل النفسي الذي يبني على موقف تاريخي لا أظنه سيجد كما أنا سمحت من قناتكم الكريمة بعد التداخلات أنه الآن الشعب أو الشارع أصبح لديه رأي مختلف وأصبح يتحرر من الآراء من المبنية على الأيدولوجيات العابرة للحدود والتي أخذته مأخزاً طويلاً في مسالك العاطفة الآن نحن أمام مشهد جديد ليجب أن يواجه بوضوح وبشجاعة بعيد من دغضغة الشعور وتملغ العواطفة الآن نحن نحب أن نكون دولة مستقلة تبني قراراتها السيادية من أجل مصالحها إذن بروف حيدر لماذا الخوف الذي أشرت إليه من ردة الفعل أي ردة فعل طالما أن هناك تغير بحسب ما ذكرت في رؤية الشارع تجاه خضية التطبيع أنا كثير ذكرت حتى على قناتكم أن هناك ليس هناك أيضاً يعني الشارع بعبر بمستوى بعيد من التأثير الأيدولوجي منطلغ منه بعض الأحزاب والارتباطات القديمة التي هي مرتبطة بها ولكن القرار الوزاري أو القرار التنفيذي من مجلس الوزراء أيضاً تشبه بعض المخاوف لأنه محفوف بتلك الأحزاب التي أصدرت اليوم العديد من البيانات وهي في اتجاه والشارع في اتجاه آخر ولذلك أنا أقول إذا كان السلطة التنفيذية على مستوى سفاراتها في الخارج هي تعمل في قضية التطبيع وتعمل في بناء تحدد اجتماعات من أجل التحاور على الفوائد المشتركة في الاستثمار وفي التنمية يجب أن تطلع بكل شجاعة للشعب السوداني وتقول قولتها وهذا سيحمد لها وهي تتحمل أيضاً قرار اتخذته بعيد من المجلس السيادي الذي أشارت اليه الحرية والتقيير في لقاءها مع السيد حمدوق لأن هذا القرار بصرف النظر عن من معه ومن ضده يجب أن يترك لمجلس التشريعي وهذا كان يجب أن يكون حافزاً لتكون المجلس التشريعي ولكن الآن اتخذت غرارات بالاجتماع المشترك هي لم تكن أغلى خطورة مما حدث هي أجيزة اتفاقية السلام على نفس النهج وتم تغيير أو تعديل في الدستور على نفس هذا النهج فمتوقع أن يسير الاجتماع المشترك في أن يمرر هذا الأمر إذا ما عرض عليه نعم بروف حيدر يعني بغض النظر عن مسألة تحفظ ورؤية الأحزاب وأيدولوجياتها المختلفة في هذه الحظن السياسية للحكومة في الفترة الانتقالية لكن في منحاً آخر البعض يذهب إلى أن المخالفة في الأساس هي تفويط الفصل في هذه القضية قبل تشكيل المجلس التشريعي ما هو الرد الرسمي الآن بأن هذه العملية قد تمت دون تكوين المجلس التشريعي ما هو رد الحكومة والجهات الرسمية ومبرراتها في هذا الصدق نعم وهي كل الأجهزة السيادية والتنفيذية وحيداً الحاضن السياسية ينظر إليها بأنها جاءت في ظرف استثنائي جميعها غير منتخبة ولا تعبر عن رأي الشارع السوداني بشكل كامل ومتوافق عليه ولكن هناك خطوات تمت مثل التفاوض في قضية السلام والاتفاق الذي حدث هذا حدث خارج إطار الحاضن السياسية ربما لديها بعض المشاركات ولكن بشكل أساسي هو تم بالسلطة السيادية والسلطة التنفيذية وهي ماضية وفق رؤيتها أنها هي تتحمل مسؤولية هذا العمل في هذا الظرف التاريخي والاستثنائي ولا أحد يرى أن الآخر لديه حق أكثر منه والجميع يصرحون في الإعلام أنه ليس هناك جهة مفوضة حتى الحرية والتغيير نفسها ولكن السؤال الذي يمكن أن يطرح نفسه من قلال هذا اللغاء هناك معاناة حقيقية ليس من التطبيع مع إسرائيل ولكن في وضع السودان في قائمة الدول الرائع للإرهاب وعندما قامت السورة وضحت جليا أن أمريكا ليس لديهانية في رفع اسم السودان لمجرد أن قام بهذه السورة وهو يسعى للتحول الضموراتي إذن هناك ربطا عضويا بين هذين الأمرين وهذا ما دفع في تقدير السلطة السيادية والتنفيذية لأن تخرج السودان من هذه الأزمة وتبدأ بعملية الانفتاح وتتحمل مسؤوليتها في هذا الأمر نعم الآن بروف حيدر ما هو الموقف داخل الحكومة هناك أحزاب في الحاضنة السياسية يعني بأراء ومواقف مختلفة من هذا التطبيع مع إسرائيل ما هو مستقبل هذه الحاضنة السياسية بعد إكمال عملية التطبيع نعم هناك مواقف مختلفة زي موقف المؤتمر السوداني هناك بيانات خرجت تؤيد هناك بيانات خرجت ليلقاء الغانون المتعلق بعدم التطبيع مع إسرائيل وهذا يدل أنها في تقديري الشخصي أن هذا أمر الاعتراض ليس لن يصمت طويلا وأنا أرى الأمر يسير في اتجاه ما رسمته الحكومة وأرى إذا حدثت هناك انفراج أو هناك حوار ندي بين الدولتين في موضوع الاستثمار والتنمية والمعونة التي تتوقع أن تأتي من بعض الدول وهذا مستحق الشعب السوداني ليس هناك إهانة لكرامته لأنه وضع السودان في قائمة الدول الرائع للإرهاب قد خسر البلاد ما يغارب تلتمية مليار دولار وهناك كثير ما فقدناه من الأرواح ومن التنمية ومن العطالة وهذا حقنا في المنظومة الدولية وهناك حقوق كثيرة منعنا منها حتى في حالة الكورونا أذكر أن الجميع يذكر هذا الأمر فهذا تفاوض سياسي لا يقلل من كرامة السودان في شيء أشكرك جزيلا بروفيسر حيدر الصافي عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير والأمين السياسي للحزب الجمهوري على هذه المداخلة شكرا جزيلا لك شكرا أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو أن الشعب السوداني ليس إرهابيا ولا يرعى الإرهاب بل هو شعب مسامح ومحب لكل شعوب الأرض ودعا حمدتي خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر إلى نبذ العنف وتطرف بكل أشكاله السياسية والدينية والعقية ومعالجة القضايا الخلافية بالحوار وضاف أن السودانيين ليسوا إرهابيين بل أن السودان والسودانين شعب مسالم يحب كل الشعوب وهذا ما يؤكده قرار وزالة اسم السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب ودعا حمدتي لاتخاذ المؤتمر بداية لحوار بستمر من أدل مواجهة التحديات وقال إن السودان يستشرف أفاقا لمرحلة جديدة عبر بوابة السلام التي ولجها بتوقيع اتفاق السلام مع الجماعات الثورية المسلحة يأتي هذا المؤتمر وبلادنا تستقبل أهدا جديدا بتوقيع اتفاق السلام مع أخوتنا في حركات الكفاحة المسلحة وبعد إذارة اسم السودان من قائمة الدول الرعي للإرهاب وهنا لا بد أن نشكر كل الجهود التي أسهمت في أن نتجاوز هذه المرحلة العصيبة وهي فرصة كذلك يجب أن نستثمرها في توضيح أن الشعب السوداني ليس إرهابيا من جهة دعا وزير الشؤون الدينية والأوقف نصر الدين مفرح إلى تجديد الخطاب الديني لواكب المتغيرات العصرية ويثر الحياة وقال إن هناك متغيرات يجب التوقف عندها بعمق مشيرا إلى أن كافة الردود على وجهة النظر يجب أن تكون شافية كافية لا مجرد رد خطابي ودعا مفرح المؤتمرين إلى ضرورة أن تسعى التوصيات روح المسئولية الملقى على عاتق السودانين بموجب التحديات التي تجابه البلاد مؤكدا أنها كتوصيات ستكون هدية له في وزارته ما يقوله الآخرون فينا وينتقدوننا كأمة إسلامية قد يكون بعضه صوابا ومن واجبنا أن نستمع له ونراجعه ونفكر بعمق منهجي ومعرفي فإما أن نقبل أو نرفض أعلنت وزارة الخارجية ترحيف السودان باتفاق وقف إطلاق النار الدائم والفوري في ليبيا الذي توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة بإشرف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وقالت الخارجية في بيان إن هذا الاتفاق يأتي تتويجا لخطوة إيجابية وبناءة تواصلت على مدى الأشهر الماضية أسهمت فيها أطراف إقليمية ودولية مختلفة وأبدت الأطراف الليبية عبرها قدرا كبيرا من الالتزام والحرص على تحقيق سلام والتوافق على أسس التسوية السياسية اللازمة للأزمة في ليبيا وجدد البيان تأكيد موقف الحل السياسي للخروج من الأزمة في ليبيا ودع الأطراف إلى بذل كل ما هو ممكن من أدل أن تتجسد هذه الاتفاقات واقعا على أرض ليبيا من المنتظر أن يبدأ وكيل الأمين العام لعمليات حوض السلام جاندير لاكروة ومفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن إسماعيل شرقي من المفترض أن يبدأ زيارة للسودان لبحث الأوضاع في دارفور وتنفيذ تففيذ يوناميد اليوم وقال بيان للأمم المتحدة أن زيارة المشتركة تهدف لتعزيز وتقوية الشراكة المهمة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وستركز على العملية المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور وخفضها التدريجي وسيتمع المسؤولان برئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء لمناقشة الوضع العام في دارفور وتنفيذ تففيذ اليوناميد خاصة المسائل المتعلقة بالخفض التدريجي كما سيشاركان في الاتماع الثامن والعشرين لألية التنسيق الثلاثية بشأن اليوناميد في الخامس والعشرين من أكتوبر قال عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعيش إن هناك فرصة تاريخية لن تتكرر في بناء السلام الفعلي والحقيقي الذي يعالج القضايا الأساسية التي قادت إلى الحرب وشيرا إلى أن عملية بناء السلام أصعب من صناعة السلام قال التعيشي لدى مخاطبات فعاليات الجلسة الافتتاحية للورشة الأولى للتبشير بالسلام إن اتفاقية السلام التي وقعت بجبا هي خلاصة عمليات صناعة السلام والتي نأمل أن تكتمل بشمول القوى التي لم تكن جزءا من هذه الاتفاقية وأضاف التعيشي أن هناك إرادة سياسية جديدة في السودان تشجع على السلام والالتزام بالاتفاقيات وعدم تكرار التجارب التي لازمت تنفيذ اتفاقيات السلام السابقة معربا عن أمله في أن تكون الاتفاقية آخر الاتفاقيات التي تسهم في إيقاف الحرب في البلاد مثل العام الأصعب من صناعة السلام هو بناء السلام وإن كلف السودانيين الحرب وأهدر الموارد البشرية وأضاع فرص كبيرة جدا في البناء والتقدم وخصا من عمر السودان وكثير من الأجيال في السودان تاريخ الحرب الأهلية في السودان إن فعل الحرب كل هذا يجب أن نتذكر أنه الآن بالنسبة للسودانيين جميعا من جهة شدد عضو الوساطة لمفاوضات السلام بجوبا ضيو ماتوك على أهمية التبشير بالاتفاقية مع التقييد وارتباط عملية التبشير بالجدول الزمنية التي وضعت بالاتفاق وقل ماتوك في كلمته بورشة التبشير بسلام رفع السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب لم يكن من فراغ من أجل تحقيق الأهداف التي حدثت والإصلاحات مشيرا إلى أن اتفاق جوبا مثل مفتاحا لهذا الرفع كما دعا قادة حركات الكفاح المسلح للعودة للخرطوم لتنفيذ الاتفاقية وإنزالها أرض الوقع جدد رئيس الوزراء الإثيوبية بأحمد اليوم تأكيده على موصلة بناء سد النهضة الذي وصفه بأنه سد إثيوبيا قائلا الإثيوبيون سيكملون هذا العمل لا محالة ولا توجد قوة يمكنها أن تمنعنا من تحقيق أهدافنا وأضف رئيس الوزراء الإثيوبي لا يمكن لأحد أن يمس إثيوبيا ويعيش بسلام والإثيوبيون سينتصرون كما تبع قائلا إن هناك أصدقاء صنعوا معنا هذا التاريخ كما إن هناك أصدقاء خانوا خلال صناعتنا لهذا التاريخ هذا ليس جديدا على إثيوبيا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا يوم الجمعة إلى توصل إلى حل ودي للخلاف بشأن سد النهضة بين السودان ومصر من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى دعا الاتحاد الأوروبي كل من إثيوبيا والسودان ومصر إلى العمل الحفيف للوصول لاتفاق حول سد النهضة محذرا من أن الوقت الآن وقت عمل وليس لرفع التوتر في المنطقة وقال الممثل الأعلى الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن 250 مليون من سكان حوض النيل سيستفيدون حال التوصل لاتفاق عبر الحوار لملء سد النهضة الإثيوبيا وأن هؤلاء السكان يتوقعون لتنفيذ استثمارات في مجال أمن المياه والري والإنتاج الزراعي وتوليد الكهرباء قال إن الاتحاد الأوروبي يؤيد جهود جنوب أفريقيا وهي رئيس الحليل الاتحاد الأفريقي الرامية إلى الوصول إلى حل عبر الحوار قال إن الاتحاد الأوروبي يتطلع لرؤية استئناف الحوار وإلى نجاح التفاوض بسأن شأن سد النهضة ترجمة نانسي قنقر